طارق أحمد لمارينة أمير زملتنا العزيزة وسيدة مصرية تدعى نيرمين ناجح عمرها 31 سنة من قرية منشيط عبدالله بالفيوم شغالة في النقاشة من 20 سنة أنا بقول لحضراتكم أنا زملائي في البرنامج اللي بيعملوا تقارير البرنامج بيفتحوا شاهيتنا إن احنا نصمم إن احنا نبقى تقاريرنا الخارجية مستمرة كل أسبوع لأنه اللي بيتعامل ده الأستاذة نيرمين ناجح الجميلة نيرمين ناجح أختي نيرمين ناجح آيا كان الأمر بقى بتعمل حاجة عظمة يعني تخيلوا إن هذه الجميلة بتشتغل في النقاشة وبتساعد جوزها صح يا شباب والحقيقة الأمور هنا لها أبعاد كتيرة قوي خلينا نشوفوا التقارير بتاع مارينة ونرجع مع مارينة ونرجع مع نيرمين ناجح سيدات مصريات تمتهم مهن الرجال بأياد ناعمة نيرمين ناجح سيدة ثلاثينية امتهنت مهنة النقاشة لمساعدة زوجها في مهنته الشاقة طلبا للرزق وسعيا للقمة العيش أنا اسمي نيرمين ناجح عندي ثمانية وتلاثين سنة شغالة في النقاشة بقى لي عشرين سنة الحكاية بدأت من زمان يعني أنا طفلة صغيرة كنت شغالة في محل هدايد وبهيات وخلاص يعني اشتغلت في حاجات تانية كتيرة فانسيت الموضوع يعني فلما تخطبت العطف كان عند ورشة دهانات فكنت بروح أعود معا في الورشة بعد الشغل فكنت بشوف الخامات يعني ما كنت شعرف مثلا الجمالكة بتتحلي بزبرت وكتش عرف الحاجات دي فابتدت ان انا ايه يعني عارف اسماء الحاجة وعارف انواع الخامات بس مش عارف بتستخدم ازاي فلما كان بيحط الحاجة على الخامة على بعوديها فانا يعني ابتدت قلقط الموضوع وابتدت تركز في الخامة ان هي بتتحلي كذا دي بتتعمل بها كذا فجاء بعد 15 يوم بعد الجواز كان عنده صالون ابتدى هو كان مشغول بالصالون جامد فقلت له هاتوا البيت عندي فعلا جابه وابتدت هو يعني لما لقيت الخامات بتاعته فابتدت ان انا احل الخامات وابتدت ان انا عمل الخامات فهو بقى ابتدى يشجعني جزعة شطرة ايديك تقيلة في المعجون ايديك خفيفة ابتدى لما يعص نيعي يطلبني ابتدت بقى الزباين تطلبني ابتدت اشتغل قصة كفاح ملهمة لم تكتمل دون زوج يساندها ويدعمها واصبحت شركته في العمل طبعا افخور بيها لانها زكية وبعدين تعليقات الناس حتى اصدقائنا الناس الجران عندنا مفيش حد بيشوفها الا ما بيقول عليناها كلام كويس فدي حاجة طبعا تدعي للفخر يعني مبسوطة وبنات نفس الكلام بناتي نفس الكلام برضو بيحبوها قوي بيحبوا الكلام وانها جدا يعني حتى ابنها في المدرسة بيقولوا بابا شغال ايه شغال مثلا نقاش رسام ماما نقاشة بدون جدال يعني طفل ويعرف يقول حاجة زي كده فدي حاجة كويس ما فيش حاجة اسمها شغل رجالي وشغل سيدات اللي عايز اشتغل حاجة هيشتغلها واللي عايز يعمل حاجة هيعملها لما واحدة تقول مثلا انا ماما دكتورة انا ماما مهندسة انا فهي بنتي بتقاف تقول انا ماما نقاشة بيبقى تحس بالاختلاف والثقة في نفسها وهي بتقولها فانا ببقى فرحانة بيها ان هي فخورة بيها للدرجة دين ستات مصر بمئة راجل لم تكن هذه مجرد جملة درجة في مجتمعاتنا ولكنها حقيقة اكدتها سيدات مصر التي يتحملنا المسئولية في كل وقت ومن اي طبقة مارينة امير منشت والنبي اشرف كده بعد اذنك زي منا لعزيز اشرف طاير هتقولي التقرير كده يعني بس عايزي علق على نيرميل ناجح وجوزها عاطف وبنتهم هذه السيدة عندها 38 سنة بتشتغل في النقاشة بقى لها 20 سنة بتساعد زوجها زوجها الاستاذ عاطف اللي بنت صورته هنا في التقرير اللي عملته مارينة امير ايه جمال التقارير اللي زي دي جمال التقارير اللي زي دي انه بتفتح الباب لكل عدوه في القسرة انه يقوم بدوره كما ينبغي ان يكون حتى لو دور غير تقليدي يعني ايه المعروف عن نيرميل ناجح وهي زوجها وعمرها 31 سنة انه بتشتغلش نقاشة انه زوجها اللي يشتغل وهي عندها ولاد وعندها بيتها فبالتالي الاستثناء انها تشتغل وتشتغل في النقاشة كمان ده الاستثناء انه بتخش النهاردة الشقة الفلانية او العقار الفلاني او تعمل ممكن تكون لوحدها في العقار بتشتغل وبتتعامل وممكن يكون معايا مجموعة عمال اللي انا اقصده في الامور اللي زي دي انه انا بفتح مجال جديد للستة المصرية والعضاء الاسرة المصرية ان يشتغلوا بالشرط التقليد مش شرط التقليد والجمال بقى انه البنت اللي هي بنت نرمين وبنت عاطف تقف في المدرسة يقولولها بابا شغال ايه نقاش وماما شغالها ايه نقاشة ايه الجمال ده وهي بتقولها في التقرير تحس انها بتقولك البنت ايه جمال ده ايه جمال الاتنين دول يعني ايه التسامح ايه ايه العبقرية بتاعت التألف مع الحياة والتناسق مع الحياة والتناغم مع الحياة ان انا اوصل بمرحلة من مراحل خلاص الرضا الرضا انا ممكن ما ما لا انا اشتغل ايه هشتغل ايه هشتغل ايه انا وبنتي في المدرسة يقولولها انت بتشتغلي ايه يقوله ماما بتشغل نقاشة لا لا افتح الله يشتغل مهنة كويسة يا بلاش يقعد على مكتب يا بلاش انا كل فخر انه مثل هذه التقارير بنتناولها بالاحترام ده بالهدف ده بالرسالة دي زودوا يا شباب مثل هذه التقارير زودونا خلونا لا بجد والله خلونا خلونا نعيد النظر في حياتنا خلونا نعيد النظر في حياتنا يا اخوانا يهو اللي فاهم ان الدنيا صعبة واللي فاهم ان الدنيا مقزمة واللي فاهم ان الدنيا هي في كيس سكر هي في كيس كذا هي في كيلو كذا شوف الحياة ماشية ازاي مع هؤلاء اللي عنده قصة زي دي يبعث لنا اللي عنده قصة زي دي يرسلنا اللي عايز قصة زي دي يقول لنا احنا ما عندناش مشكلة لانه في النهاية في رسالة مختلفة نيرمين ناجح نموذج نجاح في بلدنا نموذج نجاح للستة المصرية لها منا كل الاحترام ونزوجها كل الاحترام ونبنتها كل الاحترام وربنا وفقنا جميعا يا رب يعني لو عندي شغل تاني متوافر ان احنا نعمل تقارير خارجية في الحتة دي ونتوسع فيها انا معديش مشكلة بس ان شاء الله بإذن الله كل ثقة في زملاء زي طرق أحمد كده ومارينة أمير وكل زملاء وابراهيم الطيب والشباب اللي موجودين في التحرير كلهم لو منه كل تجدور احترامنا حاول ان احنا نبرز ده في الفترة الجاية